يعني ليش قيسر نامق وخوته أبرياء ليش الرئيس اتهمهم استاذ سلوان المحقق الأمريكي جون نيكسون يقول فيه كتابه وهو أهم محقق أمريكي حقيقة يقول أن السيد محمد المصلط اللي هو أخوك هو من أشار لنا على مخبأ الرئيس مخبأ صدام حسين ما يقول الرئيس هو من دلنا على مذكراته وموثقة بالكتاب يعني شفت قرأتها وسمعتها حتى لقاءات سووية فهذا اللي تكلم بيه ولكن هذا الأمر يعني أهس بالوقت الحالي يعني يتحفظ عليه لأنه ولكن من يجي تقولون أكو رسالة للرئيس عن قيسر نامق وأخوته وعند فيه رواية أمريكية اللي حضرتك تحدثت بها هنا روايتها الرئيسيات أكو ناس مثلا أنا دا أقول قيسر نامق وأخوته أبرياء يعني يعني بريتهم بالألف واربعة يعني بريتهم عدى أصحاب القرار لأنه أنا حقيقة أعرف الأمور شوان لأنه أنا موجود شنات الرئيس هنا أنطى رسالة بأنه اللي هو شوبيا قيس وعائلته وأخوته الرسالة التي حملها المحامي خليل الدليمي دقيقة جداً ما بها أي شيء الرسالة من الرئيس بتوقيعه وبخط إيده ولكن الرئيس على شنوبنا حتى الناس هل صدام حسين ظالم؟ هل أكو ناس يقولون بأنه صدام حسين يدفع عن عشيرته وزيتها عدوريين؟ فهذا يعتبر بأنه رئيس ظالم بأنه هل هالشخص هو رح يقابل رب العالمين؟ ما يعرف بعد ساعة أو بعد يوم أو ما يعرف فأنه مصير انتهى هو وصل صار بيد أعداء انتهى الموضوع هل من المعقول؟ ولكن لا هو بنى على العشك هاي وحدة اثنياً في القصة عندي كاملة يعني في هذه الساعة ما أريد أتحدث بيها أنا ما أحد أتحدث بيها بأي الساعة شلون؟ يعني ليش قيسر نامق وخوتو أبرياء ليش الرئيس اتهمهم؟ طبعاً هاي قصة قصة حقيقية ويمي ولكن هسا بالوقت الحالي أبقيها يعني ما راح أتحدث بيها إذن أنت تبرأهم؟ أنا أبرأهم نعم وأعرف منه إجاء بس هناك الكثير من أصابع الاتهام لقيس نامق وأخوه علاء أيضاً بأنهم هم من دلوا الأمريكان على المخبأ طيب إذا ليس قيس نامق وأخوه إذا ليس أخوك محمد المصلط من الذي يدله؟ يعني لازمك واحد أنا قلت القصة اللي شخص اللي جاب الأمريكان والشخص اللي فتح باب الملجأ والعملية بالكامل يعني هي موجودة براسي بدماغي يعني وليش الرئيس اتهم قيسن نامق وعائلته وحكمة عمار وشنو الأسباب فهي القصة كلها أنا هساً بالوقت الحالي راح أحتفظ بيها أوكي يعني كقصة هذا من حب فهي الأمور واضحة شبه واضحة ولكن كقصة احتفظ بيها لأنه شلون من الجوية الأمريكان والرئيس شلون منه فتح باب الملجأ اللي هم الأمريكان أصلاً ما يعرفوا هم الأمريكان مداهمين ما يعرفوا ولا أنا كشخص أعرف بالملجأ مستحيل بشر يقدر يعرف مكان الملجأ إذا ما يعرف هذا ملجأ ولا الأمريكان ولا كل أجهزتهم مكان محكم مكان مشتغلية بدقة يعني هو ملجأ له حفرة لا هو ملجأ 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 رسمي ملجأ يطلع ثلثة أمتار أهم احتمال مترين ونص أو ثلاثة طول ماله مصبوب كونكريت وباب فتحة ولكن الفتحة اللي تدخل للملجأ هي محكمة حتى ما تجلب انتباه الأمريكان أو غير الأمريكان إذن أنت تقول بشكل غير مباشر أنه هناك من كان دليل على وجود الرئيس في هذا الملجأ والمنفذ اللي يدخل به نعم يعني في تصور الرئيس خلت نمطي شوية في تصور الرئيس أن نزلوا بالملجأ هو اللي فتح باب الملجأ من اللي نزله اللي نزله على النامق وجاسم النامق أخوت قيس قيس ما كان موجود بلحظة المداهمة بلحظة المداهمة قيس ألقى القبض عليه ببيته فوق بالبيت الرسمي ماله بالعائلته طيب شو ردك على اللي يقول أنه لما الأمريكان ألقوا القبض على قيس على صدام حسين قيس النامق مدئده وضربه للرئيس بوكس وتلفظ بكلمات يعني سبة أو شتهم قال له خلص منك بممانا هذا الأمر مستحيل وهذا عبارة عن كذبة كبيرة لا قيس ولا أي إنسان أعداء أعداء والحقيقيين ما قدروا يضربوه بالبصرة نعم هذا بلحظة خروجه من الملجأ شخص هو حاقد فضربه حتى الأمريكان ما قبلوا يضربوا معلومات اللي سمعناها الأمريكان ما خلوه يعني يكمل الضرب ففعلاً هو هذا الشخص حاقد طلع أحقاده على أسير مجرد من السلاح وسوى اللي يريد يسوي ولكن من أخذول المعتقل مثلاً أكو جت ومنا ومنا ولكن يعني صعبه بأنه تقول قيس ضربوا أو أخوت قيس هاي مستحيلة تصير يعني مستحيلة تصير وقيس أصلاً ما اعتقل بالمزرعة قيس اعتقل بالبيت الفوق وأخذوا القيس طبعاً المداخل البيت الفوق تقصد البديل لا البيت بالمدينة ما عندهم غير بيت هو بيت قيس الرئيسي بالمدينة هاي مجرد مزرعة به غرفة ما بها سكن كان يسكنها الرئيس يسكن الغرفة والعائلة عائلة قيس أي دارهم بالمدينة بالمدينة اللي هي تبعد مسافة كيلو عن المزرعة يعني خلنا نقول البيت بالمدينة وبالنزلة هي مزرعة تبعد كيلو عن البيت زي 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر